السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي طبعا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أشرح لكم شيء سمعته قبل أن يصدر أصدار مارشاميلو بحوالي أسبوعين قرأت بحث يتحدث عن البرمشنز يقول البحث يقول لماذا أنه نظام كأندرويد عندما نصب التطبيق يطرب من عندي بيرمشنز مثلا وصول للهاتف وصول للوكيشن وصول لغيرها وأنا لحد أنه لم أستخدم هذا التطبيق لحد أنه لا أعرف لماذا هو يصل للوكيشن الخاص بي ولا أعرف أنه لماذا هو يصل للهاتف الخاص بي فبدأ كثير من المستخدمين يتخوفون من شراء أجهزة أندرويد بدأوا لا يشترونها بدأوا يشترون أبل لأن أبل من النوع الذي إذا أنترد أن تسترل للهاتف فيجب عندما يضغط على زر فتح ملفات الهاتف يقول لهذا الشخص يريد سماحية بالوصول لملفات الهاتف فهل تسمح له؟ فإذا سمح يستطيع الوصول إذا لم يسمح لن يستطيع الوصول فيه أندرويد يختلف تضع كل طلبات الوصول في المينفيست فايل والهاتف الخاص بي مجرد عندما ينصبه يقول لهذا الشخص يريد الوصول لهذه البرمشنز هل تسمح له؟ إذا سمحت فعندما يشتغل التطبيق متى ما أراد أن يصل لهذه الأمور يصل لها بكل سهولة طبعا هذا الذي خوفه مستخدمين من استخدام مجرد أندرويد أندرويد حلت المشكلة في أصدار مارشاملو مارشاملو لن تجد بعد شيء كهذا في الأصدار السابق كنا أدرت أن أصل للوكيشن نضع بيرمش من وصول اللوكيشن في المينفيست هنا أكسس على سيمتال أكسس كروس اللوكيشن وانتهينا ويكون كل شيء انتهى خلص أستطيع وصول اللوكيشن في مارشاملو هذا الشيء يكون غير كافي يجب أن تضع هناك السطر لكن هذا لوحده غير كافي يجب أن تطلب من المستخدم في الريال تايم عندما يشغل التطبيق تقول له هل تسمح لوصول للوكيشن؟ إذا سمح سمح إذا لم يسمح لن يسمح لك إذن ميزة جميلة جدا وضعتها أندرويد في إصدارها الجديد أن المستخدم أصبح له صلاحية في التحكم في التطبيق وليس التطبيق يتحكم في المستخدم إذن التطبيق لن يطلب هذه الطلبات كلها مرة وحدة متى لا يحتاج أن يصل للوكيشن يطلب من عنده سماحية يستطيع أن يقول don't ask me never أو يعني مثلا أحمد لأسئلة مرة أخرى أو لا إذن وكيف تتحكم من هذه؟ طبعا لو ترى أن هذا التطبيق الأندرويد لو ذهبنا في الستنج إلى الـ Permissions ترى السماحيات التطبيقات ووصولها طبعا لو تذهب مثلا هنا على الـ App Permissions ترى أن ما هي سماحيات كل التطبيقات تستطيع مثلا إذا أنت تطبيق أعطيتها في وقت سابق أعطيتها وصول للهاتف وتريد الآن توقفها لملفات عسل المثال الـ Location تذهب إلى الـ Location وترى كم تطبيق يقولك هنا سبع تطبيقات لديك يريد يستطيع الوصول للـ Location تستطيع من هنا أن توقف أو تسمح للتطبيق بالوصول للـ Location طبعا شيء جميل جدا في أصدار مرشا من له هذا الجديد خاص أنت كمالك الجهاز الأندرويد لا تخاف من المبرمجين أن يصل إلى معلوماتك انظر من هنا أنا استطيع هذا التطبيق بيستوفر أستطيع أن أعطيه Permission للوصول للـ Location أو لا أستطيع أن لا أعطيه من هنا إذن هذه بالنسبة للـ User هو يتحكم بها كيف أنا أتحكم بها كمبرمج من الـ Code قلنا في الأصدار السابق هذه السطرين كافيات للوصول للـ Location إذن لو جئنا هنا تترضنا أن هذا الكود هذا الكود هو يوصلك للـ Location الخاص بالشخص شيء جيميل أمت قال له خطأ في أصدار 23 أنا أنا أستخدم 23 يقول لي خطأ لو جئت هنا قلت له صحح لي الخطأ أنا وقفت عليه قلت له صحح لي الخطأ وضع لي هذه الأصدار إيش لهذه الأصدار؟ دعني أضح لك إياه أوكي أه حتى أصدر كل أمامك هنا أول شيء سوف يتحقق أنه هل هناك هل أنت مسموح لك بالوصول للـ Location انظر Check Self Permission يعني يتحقق هل هناك سماحية بالوصول إلى إيش Main Fest Access Final Location و Main Fest Access Ronde Location هنا إذا ما يساوينا Pack Major. Permission Granted ما معنى Permission Granted يعني مسموح له يعني إذا كان ما مسموح لك في الستنج هنا مسامح لك معناته أنه هذا السطر يتنفذ سوف ينتقل ينفذ هذا الشيء إذن إذا ما كان مسامح لك المفروض أنا أطلب من عنده أن يسمح لي إذن إذا ما سامح لي أرجع نال جيد كيف أطلب منه أن يسمح لي إذن ما معناه هذا السطر معناته أنه إيش Show Permission Request يعني هاي إيش معناته معناته أنه تظهر له Dialog تطلب من عنده بالوصول لي لي للوكيشن ممكن قلنا ممكن وصول لي أي شيء ليس فقط لوكيشن Wire Storage أي شيء Wi-Fi أي شيء يعجبك تصلى تطلب من عنده وصول هنا ممكن تعرض له Message أي Message مثلا أي اسلوب Message مثلا أريد أن أصل لي هذا الملفات بسبب أنه أريد أن أعمل الشيء الفلاني ممكن تكتب أي كود أي Message أي كود ممكن تكتب أريد أن أصل للملفات حتى للوكيشن خاص بك حتى أمكن المستخدمين ببيع والشراء هذه منطقة الكود بعدها تستدعي هذه الميثود تسعيها ضمن الميثود التي قلناها أو تستدعيها إيش أما ضمن الكال أو تسعيها مباشرة هنا إذا لا يوجد ليك Message توضح استدعيها هنا مباشرة هنا إيش Request Permission هنا تظهر لهذه الشاشة تظهر لهذه الشاشة الخاصة بيش بالPermission الآن إذا هو وافق أم لم يوافق كيف تعرف أكيد هذه Request Permission سوف تستدعي ميثود اللي هذه الريزولت القادمة إنه مو يضغط هنا ممكن أن يوافق أو لا يوافق فإذا وافق أو لم يوافق الريزولت القادمة تمرر إلى هذه الميثود تمرر Granted Granted Result قلنا Granted Result إيش؟ ما هي Granted Result إحنا كم Permission طلبت طلبت 2 Permissions أولا وثانية إذن 2 Granted Result Granted Result 0 Granted Result 1 فإذا كان Granted Result 0 مسموح له بمعنى أنه مسم حوله Permission Granted ممكن تعطي تصل للوكيشن هنا أو تكتب أي شيء وإذا ما اسم حوله تقول لابا ما اسم حوله أن تصل للوكيشن وهذا السوبر تستجع تسعيل الميثود نفسها إذن ببساطة إذا لديك مثلا أن تصل للثانية اللي هي Crosser Location 1 فإذا اسم حوله بناء Permission إيش؟ Crosser Cross أو حسب حسب البرمشنات أي تمررها أنت له أنا مررت 0 يعني هاي أنا أخصد بها هذا السطر أخصد بها Location لأنه هنا بالنسبة لموقع 0 تمثل Find Location بالنسبة لموقع مؤون تمثل Crosser Location هذا قلنا Location Ask كود تعطي خاص به حتى تستطيع أن تصل منه أي كود تعطي أطي واحدين ثلاثة أي كود مجرد كود تعرف رقم الريكوست المطلوب إذن بهذه الطريقة حلنا المشكلة لكن هناك مشكلة هذا الكود ليس مع جميع الإصدارات مع إصدار 21 فوق فيجب أن نقول إذا كان البولد فيرجن SDK أكبر أو يساويين 23 العفو نفذ لي هذه العملية وإذا لا لا تنفذ لي هذا العمل إذن إذا أكبر سنة 23 يجي تحقق هل أنت مسموح لك؟ إذا مسموح لك ما يمر على هذا الكود ويمر مباشرة يعطي Access to Location إذا ما مسموح لك تصل اللي يحدث إيش؟ يحدث ما مسموح لك راح يمر على هذه الميثود يطلب سماحية وصول هذه الميثود تمرر إلى هذه وهذه بدورها تعرض للديالوك وهو تعيد للرزولت من هنا الآن دعني أذهب إلى التطبيق الخاص به الذي هو هذا إذن هذا هو التطبيق ضع دعني إلى New Register New User industries انظر Throw apps to Access to Location أقول لا لو على المفروض لو ذهبنا إلى sitting ترى إنه هو مسموح لا يصل للوكيشن انظر بهذا الشكل شكرا من الحسن المتابعة ونلتقي بدروس أخرى إن شاء الله شكرا